اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الحياة مع حنان عوات النهاردة عاوز اجاوب على سؤال جاني من احد المتابعين بيسألني طبعا بيحكي لي قصته والظروف اللي هو مر بيها واللي قدت في النهاية ان هو شاعر ان ثقته في نفسه مهزوزة وسألني كيف اعالج ثقتي المهزوزة في نفسي ودايما لما بيجي الكلام على الثقة بالنفس بفتكر كلمة لهنري فورد اللي هو مؤسس سيارات فورد اللي هو اخترع العربية والمودل تي وده من الاشخاص اللي انا بحبوهم جدا جدا هنري فورد قال اذا قلت انك تستطيع او انك لا تستطيع فأنت على حق يعني ايه يعني لما تقول ان انت ما تقدرش تعمل حاجة انت من جواك شايف انك ما تقدرش تعملها فمهما الناس من حواليك اقدعيتك او حاولت تقناعك لا انت تقدر تعملها بس انت من جواك شايف انك ما تقدرش تعملها مش هتعملها والعكس صحيح وتقييمنا لنفسنا أساس كبير جدا جدا منه بيقع في ثقتنا بأنفسنا وأن ثقتك في نفسك وإيمانك بنفسك عامل حاسم في نجاح أي إنسان أنا عمري ما تعاملت مع شخص ثقته مهزوزة في نفسه ولقيته أنه ناجح أو لقيته محقق أحلامه أو محقق طموحاته كل الناس النجحة اللي تعملت معاها واشتغلت معاها وكان يعني عندي فرصة أني أدخل حياتهم وهما بالفعل ناجحين وبالفعل لما بيحطوا هدف في تماغهم بيحققوه كان عندهم ثقة وإيمان كبير قوي بأنفسهم طيب إزاي؟ إزاي بقى نبني ثقتنا بأنفسنا؟ أول حاجة يعني أول نقطة عايزة أقولها لكم إن النقاط اللي أنا حتكلم عنها ما بتعتمدش أنت سنك كام أو أنت في أنهي مرحلة عمرية أو أنت بتعمل إيه؟ أو مؤهلاتك إيه؟ أو الكلام ده خالص كلنا كلنا بدون استثناء محتاجين إن إحنا نعمل جاهدين ونبدو الجهد كبير فإن إحنا دايما دايما نزود ثقتنا في أنفسنا حتى ولو اتولدنا أو ظروف حياتنا أعطتنا كم كبير من الثقة في النفس بنقابل مواقف بتزعزع وبتضعضع هذه الثقة بالنفس زي بالزبط إناء وكل ما يتمني يفضل فلو ما استمرناش إن إحنا نملأ حيفضل فاضي فمهما كانت ثقتنا في أنفسنا كبيرة لازم نفضل نشتغل على نفسنا ونحاول إن إحنا نزود ثقتنا بأنفسنا وتعاملت مع ناس سنهم كبير ومع ذلك ثقتهم في أنفسهم مهزوزة وتعاملت مع ناس سنهم صغير وثقتهم في نفسهم كبيرة وتعاملت مع ناس في مناصب عالية ولكن قالولي واعترفولي إن في بعض اللحظات اللي مرت عليهم في حياتهم اللي حسوا بزعزع في ثقتهم بأنفسهم فالنقاط اللي أنا حتكلم عنها نقاط عامة أي إنسان في أي مرحلة عمرية أو مرحلة من مراحل حياته ممكن يستخدمها عشان يقوي ثقته بنفسه الخطوة الأولانية هي التخطيط ويمكن بقت كأنها استوانة مشروخة قاعدة عمالة بكررها 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 من يفشل في التخطيط يخطط للفشل كلمة أنا بؤمن بها إن التخطيط مهم جدا 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 هتلاقوا كل الناس الناجحين الأنبياء المخترعين الناس الكبيرة إذا ما كانش عندهم خطة ودائمي التشاور ودائمي التفكير في أهدافهم اللي عايزين يحققوه ما بيحققوش أي حاجة لو حسيت أن ثقتك مهزوزة في نفسك فكر هل أنا عندي خطة شخصية للمرحلة اللي جاية في حياتي ولا لا لو ما عندكش يبقى هذه الخطوة الأولانية قبل ما عود أدور على ثقتي في نفسي والأعراض اللي بتنتج عن قلت ثقاتنا في أنفسنا أفكر هل أنا عندي خطة ولا لا وأدي نفسي وقت إن أنا أشتغل على هذه الخطة وفيه فيديوهات كتير أنا عملتها على التخطيط الشخصي وفيه برنامج تدريبي أنا عاملاه عن التخطيط الشخصي وفيه ورش عمل هحاول إن أنا أحط لكم الفيديوهات دي في الديسكريبشن بوكس لكن الخطوة الأولانية هي أنت عندك خطة ولا لا عندك هدف ولا لا هتستخدم ثقتك في نفسك دي عشان تحقق إيه هي دي البداية النقطة التانية فكر في اللي حققته بالفعل ما تجيش النهار ده وتقولي أصلا أنا فاشل في كل حاجة أنا لا أؤمن إن فيه إنسان فاشل في كل حاجة فأقف وقفة مع نفسك وفكر اعمل جرد لإيه الأمور اللي أنت حققتها إيه النجاحات ولو صغيرة اللي أنت عملتها في حياتك واستخدم اللي أنت حققته أو النجاحات دي كأنها منصة انطلاق للمرحلة اللي جاية ثالث نقطة فكر في نقاط قوتك ونقاط ضعفك يا ترى أنا بقدر أعمل إيه إيه هي مهاراتي إيه هي صفاتي اللي أنا بعتبرها نقاط قوة بالنسبة لي وعشان أحدد زكاة نقطة قوة ولا لأ أفكر هل النقطة دي هتمكني من تحقيق أهدافي ولا لأ وفكر في نقاط ضعفي إيه اللي أنا ما بعرفش أعمله إيه العيوب اللي فيها إيه المشاكل اللي أنا بعاني منها وفكر إزاي أستغل نقاط قوتي وإزاي إن أنا أقلل تأثير نقاط ضعفي أو إن أنا أتغلب عليها أو إن أنا أحول نقاط الضعف لنقاط قوة وده يخلييني أفكر في أهدافي إيه اللي أنا عايز أحققه إيه القيم اللي أنا عايز أعيش بها حياتي وأعمل كده مقارنة ما بين نقاط القوة اللي عندي والأهداف اللي أنا عايز أحققها وهل النقاط دي بتمكني من إن أنا هتمكني إن أنا حقق الأهداف دي ولا لأ ونقاط الضعف دي هل لها تأثير كبير في إن أنا حقق أهدافي ولا لأ وإيه اللي ممكن أعمله تجاه الموضوع ده النقطة الخامسة أني ألاحظ لما تبتدي الأفكار السلبية المتشككة تيجي في دماغي وأحاول أبدل الكلام زي ما أثلاً حدخل في ميتنج أعرض مشروع معين وأقول طب لو حصل أنهم ما وفقوش طب لو حصل أن معرفتش أقنعهم طب هعمل إيه طب هل أنا عندي القدرة أنا خايف أنا حاسس أني ما عنديش القدرة أني أدخل في الموضوع دو أبدل الكلام بقى إزاي أنا خايف يرفضوا المشروع هيحصل إيه لو رفضوا المشروع طب إيه الأسباب اللي ممكن تخليهم يعترضوا على المشروع هل أنا عملت الخطة صح ولا لأ إيه الأسئلة الصعبة اللي ممكن يسأله هاني عشان أكون مستعدة لها وأبدل الكلام السلبي والهجوم على نفسي اللي أنا كنت بقوله بكلام إيجابي وبأسئلة تمكنني أن أنا أدور على حلول المشاكل اللي ممكن تقابله النقطة السادسة هي المهارات ويمكن أنا دايماً بربط ما بين كلمتين بالإنجليزي بيبتدوا بحرف السي الكمفيدنس والكمبيتنس الثقة والكفاءة كل ما بنزود كفاءتنا ومهارتنا كل ما بتزيد الثقة في قدرتنا وبالتالي تزيد الثقة في أنفسنا شوف نفسك إيه المهارات اللي مفروض أن أنت تكون بتتحلى بيها الشغل اللي أنت بتشتغل فيه ده بيتطلب مهارات شكلها إيه الحياة اللي أنت عايشها أو عايز تعيشها بتتطلب مهارات شكلها إيه وهل أنت كويس في المهارات دي ولا لا مستواك إيه هل أنت مبتدئ هل أنت ما تعرفش حاجة خالص هل اشتغلت شوية في المجال ده وفبقى عندك بعض الخبرة ممكن تزودها فزود مهاراتك وكفاءتك حياة على ثقتك بنفسك النقطة السابع نقطة مهمة جدا وبركز عليها أن احنا دايما نركز على الأساسيات ونركز على الأولويات لو أنا محدد أولويات حياتي مش هتيجي تفاصيل تفهى أو مشارط تفهى تفاصيل أخرى تاخدني من أولوياتي اللي أنا مركز عليها مثلا البابليك سبيكنج مش في متطلبات عملي إن أنا أقاف قدام الناس ودي محاضرة أو قدي بريزنتيشن ده مش من متطلبات عملي ومش محتاجه والأمر ده بيسبب لي مشكلة لو قعدت أفكر فيه أنا ما بعرفش أتكلم في قدام الناس أنا ما بعرفش أتكلم قدام الناس هو أنت أصلا بتتحط في مواقف عشان تتكلم قدام الناس لو الموضوع ده معامل مؤثر في نجاحك هنا يفرق نحوله الأولوية وندور على المهارات ونركز عليها لكن لو الموضوع ده مش مؤثر في نجاحك يبقى اسقطه شوية من حسابك وما تركزش عليه وركز على الأساسيات وما تغرقش في تفاصيل أو في أمور جانبية النقطة التامنة هي قسم أهدافك الهدف إحنا بنحطه أنا عايزة حقق الهدف ده أحياناً بنتخض منه بيبقى كبير بنخاف منه بيبقى يعني كأن كده قدام جبل لما نقسم الهدف ده لمجموعة أهداف صغيرة وانجح في الأهداف الصغيرة دي أنا كأني بعمل سلم من النجاحات الصغيرة دي عشان أوصل للمستوى اللي بعد كده والمستوى اللي بعد كده ودي يمكن هتلاقوها في الفيديو جيمز في الفيديو جيم لو ابتدالك بالمستوى الصعب الأول مش هتلعب الجيم ومش هتشتريها وحتحبط يعمل إيه يبتدي لك بمستويات سهلة ويجيب رجلك ويدوقك طعم النجاح وطعم الربح وطعم السكورز والحاجات دي كلها وتبتدي شوية 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 تطلع من الليفل واحد لاثنين لخمسين لمية لكذا 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 اعمل في حياتك نفس الشيء اعمل لنفسك أهداف صغيرة وكل يوم حقق مجموعة من الأهداف الصغيرة دي وهي دي اللي هتوصلك للمستوى اللي بعد كده والمستوى اللي بعد كده لغاية ما تدخل في مستوى الوحش النقطة التاسعة مرتبطة بنقطة قبل كده هي غير الأفكار السلبية اللي بتيجي في دماغك ده كانت النقطة القبل كده النقطة دي بقى استمر في التغيير لأن احنا كل يوم حتيجي هذه الأفكار المتشككة المزعزعة لنا كل يوم كل يوم ده معناه أن كل يوم كل يوم لازم أعمل على الموضوع ده هو مش احنا كل يوم لازم نغسل وشنا مش احنا كل يوم لازم نغسل سننا لو قعدنا كذا يوم من غير ما نغسل سننا هيحصل لنا تسوس وكلام زي دوة فلازم يكون فيه مداومة على طرد الأفكار اللي مش بتفيدنا أو تحولها لصورة تانية تكون دافع علينا إن احنا نفكر صح في الموقف إن احنا نحلل الموقف صح وإن احنا نستخدم الأفكار دي برضو كدافع علينا النقطة العشرة دايما نشوف دايما نعوم في مياهك الإقليمية طبعا ده ممكن يكون على عكس أخرج برا الـ comfort zone اطلع في حتة تانية مش ده قصدي قصدي إن لما تفهم نفسك تعرف إيه اللي انت بتحبه وإيه اللي انت بتحبه وش تعرف إيه اللي انت بتجيده وإيه اللي انت مش بتجيده إيه اللي انت مستعد تستمر في العمل فيه وإيه اللي انت مش مستعد في العمل فيه فهي دي مياهك الإقليمية خليك فيه اللي انت متأكد إنه هيوصلك للي انت عايزه تحدى نفسك اعمل لنفسك تحديات اللي هي النجاحات الصغيرة دي واتعامل مع التحديات دي كأنها دلالات هل أنا هحب الأمر ده وأحب أكمل فيه ولا لا فيه حاجات في حياتك مثلا بالنسبالي أكتفي إنها تكون هواية بالنسبالي لإني فكرت وكنت صادقة بيني وبين نفسي أنا مقدرشي أتعامل مع الأمر ده وغير إنه هو هواية وشيء أنا بعمله لما يكون لي مزاج لكن لو هحولوا لشغل أو هحولوا البزنس الشغل ما يعتمدش على المزاج الشغل ما يعتمدش على والله كل ما حسيت كده إن أنا نفسي عمل الكلام ده هعمله الشغل فيه التزام أكتر هل أنا مستعدة إن أنا ألتزم بالأمر ده على المدى الطويل ولا لا لما حس إنه لأ خلاص خليه كده هو وخليني في مياهي الإقليمية أحاول إن أنا وسع المياه الإقليمية دي شوية شوية ولكن مخرجشي واشطح في حتة تانية لربما ما كونش مستعد للخطوة دي النقطة الحداشر هي إنك تداوم على تقييم نفسك لما تعرف نفسك هتعرف إيه المهارات اللي عندك هتعرف إيه الأهداف اللي أنت عايزت حققها إيه الحاجات اللي أنت محتاجها إيه استفاة اللي لازم تكون بتتحلى بيها دايما دايما حدد لنفسك محطات للتقييم الذاتي إن أنا أشوف هل أنا مهارتي في الأمر ده زادت ولا لأ هل مهارتي في المجال ده زادت ولا لأ هل أنا النهار ده أحسن من مبارح ولا لأ هل الصفة دي أنا استطاعت التغلب عليها ولا لأ هل الصفة دي لو صفة كويسة هل استطاعت إن أنا أقصلها في نفسي ولا لأ فأحط لنفسي محطات وأعمل كده معادي بيني وبين نفسي إن أنا يعني أعمل لنفسي كده زي performance appraisal زي تقييم أداء أجيب نفسي كده وأعاده قدامي وأعود أفكر وأحلل أنا أدائي شكله إيه أنا تقييمي لنفسي شكله إيه النقطة الأخيرة هي إن أنت زي ما تقول كده اكتب جواب لنفسك وده تمرين أنا عايزاكم كلكم تعملوا اكتبوا جواب لأنفسكم الجواب ده يكون موضوعي بعد ما تعملوا جلسة التقييم الذاتي لأنفسكم وإن أنتوا تشوفوا يطرق أنا دلوقتي إيه مهاراتي إيه الصفات بتاعتي أنا ناجح أنا تقييمي في نفسي شكله إيه الكلام ده كله اعملوا report أو اعملوا تقرير لأنفسكم ابدأوا الأول بالحاجات الكويسة دايما لما كنا بنعمل performance appraisal في الشغل لازم نبتدي بالحاجات الكويسة يكون عندي موظف تحت إيدي أقوله أنا مبسوطة منك إن أنت عملت كذا وكذا وكذا وعشان نعمل الكلام ده بنستخدم طريقة اسمها star s-t-a-r s-t هو situation أو task الموقف أو المهمة الموكلة ليا a هو الaction ايه الفعل اللي أنا عملته r هي result ايه النتيجة اللي ترتبت على الفعل اللي أنا عملته استخدموا الطريقة دي علشان الأول تكتبوا جواب شكر لأنفسكم أنا أشكرك على إن أنت عملت كذا 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 في الموقف الفلاني وكانت النتيجة كذا وابدقوا بالحاجات الحلوة الأول وابدقوا بالمحاسن الأول دايما نقول لكم ليه كلمة مشهورة حلوا قبل ما تحدقوا قولوا الحاجات الحلوة الأول وده يديك ثقة في نفسك وبعد كده نبتدي بقى نشوف الحاجات اللي مش قد كده وبرده نتبع نفس الطريقة st situation أو task الموقف أو المهمة اللي أكلت إلي الايه الaction أنا عملت ايه في الموقف ده أو عملت ايه في المهمة اللي أكلت إلي دي و r هي result النتيجة اللي ترتبت على الفعل اللي أنا عملته ده وهنا بقى نزود حاجة كمان ايه بقى for future ايه للمستقبل ايه أنا عايزه من نفسي في المستقبل و هيعتمد على التحليل اللي أنا عملته ده لو حاجة كويسة هستمر عليها استمر على 1 2 3 لو حاجة وحشة يا أتوقف عنها يا أستبدلها أفكر هل أقدر أتوقف عن الأمر ده هل أقدر استبدله بحاجة أخرى هل عندي مهارات محتاج أن أنا أتعلمها طب هتعلمها ازاي كل ما نعمل الخطوات اللي أنا قلت لكم عليها دي شوية شوية هتلاقوا ثقتكم في نفسكم زادت وقدرتوا ان انتوا تساعدوا أنفسكم في زيادة ثقتكم بأنفسكم وتحقيق اللي انتوا عايزين أرجو ان الفيديو يكون عجبكم إذا كان عجبكم اعملولوا لايك وشير علشان الفايدة تعم ولو ما كنتوش اشتركتوا في القناة اشتركوا وفعلوا زر التنبيهات علشان كل ما أنشر فيديو جديد يجيلكم تنوية أشكركم أشوفكم فيديو جديد اشتركوا في القناة